اشتركوا في القناة كان شغال على توك توك وكان الناس كلها بتشهد له بانه قدئم وعملته مع الناس بزوء واحترام والناس كلها بتحبه محبة شديدة كان طالع علشان لقم تعيشه زي العادي بتاعه غاب لمدة يومين وكان جاري البحث عنه وبعد كده للأسف لقوه مربوط وميت في الماء وما حدش يعرف مين اللي عمله كده واخده منه توك توك مصدر رزقه وموته وده اللي احنا بنقول دايما دلوقتي حكاية انه يكون فيه تسجيل للتوك توك باركام ويبقى فيه تقنين للموضوع ده او ان يستبدل التوك توك ده بسيارات اللي هي الكهرباء الصغيرة اللي هي علشان فعلا فكرة ان التوك توك معلوش اي ارقام ما تقدرش تستدل عليه فالحوادث بتاعت سرقة التكاتج دي زادت بشكل كبير جدا احنا بنطالب طبعا هم دلوقتي بيقال انه بيحاول يدوروا بيحاول يشوفوا لكن الحياة الاستغاثة كانت ان احنا نتكلم ونطالب بحقه علشان ما تسندش القضية الى مجهول ويدي حق كورولوس واللي زيه اللي شغالين على توك توك فالموضوع لي اكتر من جانب واهم مهم طبعا انه يتم تقنين موضوع التكاتج دي وانه يكون فيه ارقام وحاجات تمنع انه يتسرق ما هو لو هو متسجل ولو ليه رقم في المرور يعني اذا كان الموتسيكلات يا جماعة ليها ارقام وتقدر تستدل عليها فدلوقتي مش مفترض ابدا ان التوك توك يعني ما يبقلوش ارقام ولا يبقى ليه تسجيل في المرور